أعلن الديوان الملكي المغربي رسميا وفاة الطفل ريان ضحية حدث البئر في مدينة تاشفشاون المغربية وقال الديوان الملكي في بيان له إن العاهلة المغربي الملك محمد السادس تصل هاتفيا بوالد ووالدة الطفل ريان وقدم لهما واجب العزاء كما أعرب العاهل المغربي عن تقديره للجهود التي بذلتها كل السلطات وتضامن القوى والتعاطف الواسع التي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر الديوان الملكي للحادث المفجع لوفاة الطفل ريان رغم مجهودات انتشاله فعلى إتر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أجرى جلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام وسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وفته المنية بعد سقوطه في بئر بهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك عن أحر تعازيه وأصدق مواسأته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جينانه ويلهم ذويه جميع الصبر وحسن العزاء في فقدان فلدة كبدهم قد أكد جلالته بأنه كان يتابع عن كتب تطورات هذا الحادث المأسوي حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا كما عبر جلالته وحفظه الله عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلفها السلطات والقوات العمومية والفعاليات الجمعوية للتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حضيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الضرف الأليم وفي الختام أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابغ عطفه وموصول عنايته إن لله وإنا إليه راجعون